السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع قناة أخبار الوظيفة اليوم إن شاء الله سنتحدث لكم في هذا الفيديو عن تصحيح الإختبار المتعلق بالوحدة الثانية الإحصاء لسنة 2024 يعني من بعد ما كنت تحدث لكم عن تصحيح الخاص بالوحدة الأولى فاليوم إن شاء الله سنتحدث لكم عن تصحيح الخاص بالوحدة الثانية قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم أي جديد إذن على بركة الله سنبدأ أولا سنقوم بالضغط بدء الاختبار الوحدة الثانية كين 15 سؤال السؤال الأول يقول من بين المقترحات التالية ما هي المهام التي يتضمنها دور المراقب في عملية الإحصاء للسكان والسكنة لسنة 2024 هناك يعني هذا السؤال يحتوي على عدة إجابات إجابة الأولى الصحيحة تقطير الباحثين أثناء مرحلة التعرف على الميدان كذلك الإجابة الثانية فصحيحة مراقبة شمولية الإحصاء ثم الإجابة الأخيرة مراقبة الاستمارات المملوئة من طرف الباحثين يعني ثلاث إجابات صحيحة أما بخصوص تعيين الباحثين فالإجابة خاطئة ننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني يقول عندما يكتشف المراقب أخطاء في استمارة إلكترونية معينة ماذا يجب أن يفعل؟ بالنسبة للإجابة الصحيحة هنا هي تزويد الباحث بالملاحظات لتصحيح الأخطاء إذن نضغط في التالي لننتقل إلى السؤال الثالث بالنسبة للسؤال الثالث كيف يجب على المراقب التصرف خلال اليوم الأول من عمليات الإحصاء؟ بالنسبة للسؤال كذلك يعني يحتمل على عدات إجابات بالنسبة للإجابة الثانية صحيحة مرافقة كل باحث خلال استجواب واحد على الأقل ثم الإجابة الأخيرة فهي إجابة صحيحة تفقد الباحثين على الأقل مرتين في هذا اليوم في الصباح ومرة أخرى بعد الزوال يعني الإجابة الثانية والرابعة فهي صحيحة السؤال الرابع ما هي الطرق التي يعتمدها المراقب لمراجعة الاستمارات الإلكترونية باستخدام التطبيق الخاص به؟ هنا كذلك نفس الشيء فالسؤال يحتمل على عدة أجوبة فالإجابة الأولى صحيحة مراقبة الأخطاء التي تظهر بشكل أوتوماتيكي في التطبيق الإلكتروني ثم الإجابة الثالثة تفحص الاستمارات المملوءة للتحقق من دقتها يعني الإجابة الأولى والثالثة ننتقل إلى السؤال الخامس ما هي مهام المراقب خلال التعرف على الميدان يوم الثالث والواحد والثلاثون من شهر غشت من سنة 2014 بالوسط القاروي الإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى التواصل مع ممثل السلطة المحلية بمقر القيادة للتعرف على أعوان السلطة الذين سيرافقون الباحثين ثم الإجابة الثانية فكذلك صحيحة يعني مرافقة أعضاء الفريق إلى الميدان للتأكد من وصول كل باحث إلى منطقته الإحصائية إجابة الأولى والثانية فيما يخص السؤال السادس موازات مع تقدم عملية إنجاز الإحصاء بالوسط القاروي يجب على المراقب التحقق من أن كل باحث هنا بالنسبة عن هذا السؤال كذلك يحتمل على جوابين بمعنى عدة أجوبة الإجابة الأولى فهي صحيحة قد قام بتوطين جميع البنايات التي تشملها كل جزيرة ثم الإجابة الثالثة فهي صحيحة قد قام بملء استمارة البناية بالنسبة لكل بناية موطنة وعلى الخريطة السؤال السابع من مسؤوليات المراقب خلال التعرف على الميدان بالوسط الحضاري يوم الثالث والواحد والثلاثون من غول سنة الفين واربع وعشرون هنا السؤال كذلك يحتمل على عدة إجابات فالإجابة الصحيحة هي الإجابة الأولى التأكد من أن كل باحث قد تعرف بدقة على حدود منطقته الإحصائية ثم الإجابة الثالثة تنسيق عملية تحيين حدود مناطق الإحصاء التي اتضح عدم وضوحها على مستوى منطقة المراقبة ننتقل إلى السؤال الثامن ما هي الخطوات الأساسية التي يجب على المراقب اتخاذها للتأكد من شمولية الإحصاء هذا السؤال يعني كي يحتمع على عدة أجوبة فالإجابات الصحيحة هي الإجابة الثانية إعادة استجواب عين عشوائية من الأسر يتم اختيارها أوتوماتيكيا بواسطة تطبيق الإلكتروني الخاص بالمراقب ثم الإجابة الرابعة التأكد من حالة إحصاء المسكنين القريبين على اليمين وعلى اليسر لمساكن الأسر التي تم اختيارها لإعادة الاستجواب السؤال التاسع يقول أثناء عملية إنجاز الإحصاء بالوسط الحضارية تعين على المراقب هنا الإجابة الصحيحة هي التانية يعني مراقبة تحيين توطين البنايات على مستوى مناطق الإحصاء المكونة لمنطقة المراقبة بالموازات مع تقدم عملية الإحصاء السؤال العاشر من بين المقترحات التالية ما هي الإجراءات التي يجب على المراقب الاستمرار في القيام بها في الأيام التالية لليوم الأول من عمليات الإحصاء فالإجابات الصحيحة هي تنظيم اجتماعات بشكل مستمر مع الباحثين مرافقة الباحثين أثناء استجوابهم لبعض الأسر بشكل كافي ومنتظم ثم الإجابة الرابعة تتبع تقدم الباحثين في إحصاء الأسر داخل مناطق الإحصاء السابعة لهم السؤال الحادي عشر ما الهدف من مراقبة شمولية الإحصاء فالإجابة الصحيحة هي التأكد من إحصاء جميع المساكن والأسر والأفراد في مناطق الإحصاء السابعة لمنطقة المراقبة السؤال الثاني عشر كيف يستخدم المراقب لوحة القيادة في التطبيق الخاص به لمراقبة عمل الباحثين بخصوص السؤال هنا كذلك يحتمل على عدة أجوبة الجواب الأول فهو صحيح لتتبع تقدم كل باحث في إحصاء الأسر بشكل يومي ومستمر ثم الإجابة الرابعة تتبع المردودية اليومية للباحثين يعني الإجابة الأولى والرابعة ننتقل إلى السؤال الثالث عشر السؤال الثالث عشر ما هي التدابير القبلية التي يجب على المراقب القيام بها قبل البدء في التعرف على الميدان بالنسبة للإجابة الصحية هي التأكد من قيام كل باحث بالخطوات المتعلقة بتسجيل اللوحة وتحميل برنامج العمل ثم الإجابة الثانية الإطلاع عبر تطبيق المراقب على طبقات المعلومات التي تتكون منها مناطق الإحصاء التي تضمها منطقة المراقبة ثم الإجابة الرابعة التأكد من ولوش كل باحث لخريطة منطقة الإحصاء التي سيعمل بها السؤال ما قبل الأخير الرابع عشر عند نهاية عملية الإحصاء ماذا يجب على المراقب التأكد منه؟ هذا السؤال يحتمل على عدة إجابات كذلك فالإجابة الأولى فهي صحيحة ثم الخيار الثاني فهو صحيح إضافة إلى الخيار الرابع يعني الجواب صحيح واحد وجوج ثم أربعة ننتقل إلى السؤال الآخير السؤال الخامس عشر من مسؤولية المراقب خلال فترة تجميع المعطيات القيام وبجميع البيانات من الأسر بنفسه هنا الإجابة فهي طبعا خطأ إذن بعد ما قمنا إجابة على جميع الأسئلة من واحدة إلى خمسطاش هنقوم بالضغط إنهاء لنلاحظ النتيجة ننتظر قليلا إذن كما تلاحظون هنا دهرة لنا نهنئك باجتيازك للوحدة الثانية من هذه الدورة بنجاح لقد اجتزت بدرجة 28-93% هنا الدرجة الكاملة هي 30 الدرجة المكتسبة هي 28 بمعنى ربما اخطأنا في سؤال يعني على العموم فالنتيجة جيدة من أصل 30 يعني حققنا 28 هذا يتبين على أنه أخطأنا في سؤال إذن كما لاحظتم فهذا هو تصحيح اختبار الوحدة الثانية إن شاء الله خلال الفيديوهات المقبلة سنتحدث عن الوحدة الثالثة سواء عن تصحيح المتعلق بمكتسبات الفاصل الأول أو الثاني أو الثالث ثم اختبار الوحدة الثالثة قبل الختم كتمنى الفيديونا لإعجابكم وما تستطيع الدعم والاشتراك وتقوم بتفعيل سر الجرس سيسي لكم حي جديد والسلام